السلام عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا الضرب وقسمة العدد العشرية النسبية صفحة سبعون تمارين خمسة وثلاثون حدد اشارة العدد ا في كل حالة من الحالات التالية اذا فعدنا ناقص سبعة عشر مضروبة في ا مضروبة في ناقص خمسة مضروبة في ثلاثة ننفع هذا عدد نسبي موجب اذا بما ان العدد سيخرج عدنا عدد نسبي موجب عدنا سالب وسالب سالب 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 س هذا عدد سالب. اذا ضربنا الاعداد الثلاثة في بعدها غضي اعطينا عدد موجب. غضي بقالي ناقص تسعة. اذا من غنضربو هاد الجودة ديل تلتعش في اه في عشرة في هاد من غضي نضربوه في ناقص تسعة. غضي نحصلوه على عدد سالب. اذا فهنا عدنا كذلك اه موجبه. اه ثم ناقص سبعة مضربة في ناقص واحد فاصلة خمسة مضربة في اه مضربة في اربعة مضربة في ناقص تسعة. عدد نسبي موجب. اذا نفع هاد الجودة غيرتنا واحد لعدد نسبي موجب. اذا هنا عدنا ناقص سبعة. اذا نفع لعدد سالب. ناقص واحد فاصلة خمسة سالب. ادنا اربعة عدد موجب. وناقص تسعة عدد سالب. اذا فاذا ضربنا عدد سالب في عدد سالب غيرتنا موجب. اذا ناقص سبعة في ناقص واحد فاصلة خمسة غيرتنا واحد لعدد موجب. ادنا كذلك هاد اربعة موجابة اذا هنضربو في العدد غيطينا عدد موجاب ثم غادي نضربو هاد الاعداد الموجابة في واحد العدد اللي هو ساليب غادي يعطينا واحد العدد ساليب اذا فهنا عدنا عدد نسبي موجاب اذا غتبقى لنا اشارة ديال ا اذا اشارة ا غادي تكون ساليبة اذا الساليب في الساليب غادي يعطينا موجاب والساليب في الساليب غادي يعطينا موجب غادي نضربوهم في العدد الاربع اللي هو موجب غادي وعدد موجب ثم عدنا هنا تمانية فاصلة ستة وعشرون مضربة في ناقص سفر فاصلة تمانية مضربة في ناقص خمسة فاصلة اربعة مضربة في اه مضربة في احدى عشر عدد عشري نسبي سالب اذن فهنا غضي اعطينا الجداء واحد العدد اللي هو سالب اذن احنا اه تمانية عدد موجب اذا ضربنا في عدد سالب غضي اعطينا السالب سالب غضي اربوه في السالب انا موجب اه اه ال Ti بيفي بحي انا موجب اه اه احضا عشر فهي عدد موجب اذا ضربناها في العدد الموجب فهي حصل على موجب كطبقا儿 اه اذا باش ها قد نحصل على عدد سالب باش نحصل على عدد سالب ها هاد الاعدد كلها من آه تمانية فاصلة ستة وعش و premiere مضربة في ناقصню فاصلة تمانية مضربة في ناقص خمسة فاصلة اربعة مضربة في احد وعشر غاي اعطينا حدي العدد ما هو موجب كطبقال اه خاصة؟ اه قد ضد هالجداء كامل وحد العدد اللي هو نسبي سالب إذن فإشارة أ سالبة تماغذ المرور تمرين ستة وثلاثون اشترى شخص قطعة أرضية مستطيلة الشكل بثمان مئة وعشرون فاصلة خمسون درهاما للمتر المربع الواحد ما هو ثمن القطعة الأرضية إذا علمت أن بعديها هما خمسة عشر فاصلة خمسة مترا وإحدى عشر مترا عفوا هنا التمرين ما بينش إذن هذا هو نص التمرين إذن نص المسألة يقول بأنه وحد الشخص اشترى قطعة أرضية مستطيلة الشكل بثمان مئة وعشرون فاصلة خمسون درهام إذن فهد القطعة كما قلنا مستطيلة الشكل إذن فهي لهذا الشكل إذن فالبعدي ديالها هو ما خمسة عشر فاصلة خمسة هنا طول إذن طول عدنا خمسة عشر فاصلة خمسة والعرض هو إحدى عشر متر إذن هنا عدنا المتر إذن هنا المطلوب منا هو تمن القطعة الأرضية إذن بما أننا عدنا تمن المتر المربع الواحد فيلزمنا أننا غدي نوجده مساحة هاد القطعة اللي هي على شكل آآ مستطيل إذن فالمساحة ديال مستطيل عدنا نوجدها بهذا القاعدة وهي الطول مضروب في العرض إذن تساوي خمسة عشر فاصلة خمسة مضروبة في إحدى عشر إذن فالمساحة تساوي مئة وسبعون فاصلة خمسة متر مربع إذن فتمن هاد القطعة هو المساحة ديال هاد الحقل مضروب في آآ تمان المتر المربع الواحد إذن فالمساحة أو مساحة هاد الحقل هي مئة وسبعون فاصلة خمسة مضروبة في تمان المتر المربع الواحد وهو مئة وعشرون فاصلة خمسون نساوي عشرون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون فاصلة خمسة وعشرون درهم إذن فهذا هو ثمن هاد القطعة الأرضية ثم نمر التمرين سبعة وثلاثون خارج العدد واحد على عدد عشرين نسبي آآ يسمى مقلوب العدد آآ ونرمز له بواحد على آآ حدد مقلوبة كل عددين من الأعداد التالية آآ أكتب هذه الأعداد على شكل أعداد عشرية نسبية فالمطلوبنا هو أننا نعطوه مقلوب ديال هاد الأعداد آآ ثم كل مقلوب نحن نجعله على شكل عدد آآ عشري نسبي عندنا بنخليوش على شكل عدد كسري نحن بالنسبة ناقص اثنان فناقص اثنان المقلوب دياله هو واحد على ناقص اثنان نساوي ناقص سفر فاصلة خمسة ثم مئة لأن المقلوب مئة هو واحد على مئة نساوي سفر فاصلة سفر واحد ثم ناقص سفر فاصلة خمسة وعشرون ناقص سفر فاصلة خمسة وعشرون المقلوب دياله هو واحد على سفر فاصلة خمسة وعشرون ساوي اربعة ثم ناقص سفر فاصلة خمسة المقلوب دي روح واحد على ناقص سفر فاصلة خمسة ناقص سفر فاصلة خمسة نساوي اتنان وعشرة فالمقلوب دي العشرة هو واحد على روح يساوي سفر فاصلة واحد ثم نمر التمرين تمانية وثلاثون احسب الفان وثلاثة مضربة في واحد على الفان وثلاثة ثم ستة عشر فاصلة عفواً عشر فاصلة ستة مضربة في واحد على عشر فاصلة ستة كذلك لدينا ناقص واحد وثلاثون فاصلة واحد مضربة في واحد على ناقص واحد وثلاثون فاصلة واحد وثمانون ونقص واحد وعشرون فاصلة ثلاثة مضربة في واحد على ناقص واحد عشرون على ثلاثة. اذا لاحظنا فهذه الجداءات هما جداء دي الوحد العدد مع المقلوب دياله. بالنسبة لأول جداء. الفين وثلاثة مضربة في واحد على الفان وثلاثة. ادن فكتساوي الفان وثلاثة مقسومة على الفان وثلاثة. وفي النهاية هنوجده واحد. ادن فمباشرة هنا غد نختاز له ب الفان وثلاثة وهنده يساوي واحد. كذلك غنختاز له بعشرة فاصلة آآ ستة. هنا يساوي واحد. هنا كذلك آآ نختاز له ناقص واحد وثلاثون فاصلة واحد وتمانون ساوي واحد. هنا ناقص واحد وعشرون فاصلة ثلاثة نختاز له بها. هنا كذلك يساوي واحد. ادن فللاحظنا هو العدد مضرب في المقلوب دياله يساوي واحد. ثم نمر التمرين تسعة وتلاثون. اكتب او اكتب بذلالة اكس ويقراج وبابسط ما يمكن محيط المستطيل ابي سيدي. ادن فهدا هو المستطيل. آآ كيفما كنلاحظوا هدا هو الطول دياله وهدا هو العرض دياله. ادن فالطول فهو مجزء الى او لا كلها جزء. ادنا هاد الاجزاء كلها متقايسة وكلها كتساوي اكس. ادن فالطول كيساوي واحد اتنان ثلاثة اربعة اربعة اكس. ثم عدنا آآ العرض هو آآ مرتين اقراج. ادن فكيساوي اتنان اقراج. ادن فالنسبة للمحيط. ادن فكان وجد المحيط بهذا القاعدة. ادن فالمحيط كيساوي الطول زائد العرض. ثم مضرب في اتنان. ادن فالمجموع ديال الطول والعرض مضرب في اتنان. ادن فقلنا بانا آآ الطول وجدنا هو اربعة اكس. نقلنا واحد اتنان ثلاثة اربعة. والعرض هو اتنان اقراج. ثم غنضربهم في اتنان. ادن يساوي ادن اتنان مضربة في اربعة تساوي تمانية اكس. و اتنان مضربة في اتنان تساوي اربعة اقراج. ادن فالمحيط تساوي تمانية اكس زائد اربعة اقراج. ثم التمرين اربعون. انقل الجدول التالي في دفتركة ثم اتممه للحصول على مربعين سحري. اي ان الاداد في نفس السطر او في نفس القطر او في او نفس العمود لها نفس الجداء. ادن فالمطلوب منه هو ان نغضي نكملوغ هاد او ابن منه هاد الجدول بحيث اذا خضينا هاد اعداد الموجودة بالقطر. حلقا واحد العدد. ثم وجدنا الجداء لهذا الاعداد لموجود بهاد القطر ان نوجده نفس الجداء. ثم اي انا. مثلا هنا في هذا القطر انا اربعة ناقص تمانية ستة عشر. ادن اربعة مضربة في ناقص تمانية مضربة في ستة عشر. اذا انا واحد. اد ايدان فقضي نوجدوه العدد اللي غيرach نوضعه هنا بحيط هاد العدد اللي هو ناقص تفاصيل اربعة مضرب في ناقص تمانية مضرب في هاد العدد يوجد نوقف نفس الجداء اللي وجدنا هنا كذلك بهاد السطر وكذلك بهاد السطر نفق نحسب الجداء اللي هو اربعة مضربة في ناقص تمانية مضربة في ستة عشرة 가져ق نوجدوا آه ناقص خمسمئة واتنا عشر. او دا باش غدين وجدو اه هاد العدد اذا ما نستعني به الالة الحاسبة. اذا فهدي ناخد ناقص ستة فاصلة اربعة مضربة في ناقص تمانية. اذا ناخد المباشرة تمانية مضربة في ستة فاصلة اربعة. اذا نساوي واحد وخمسون. اذا ما غدي نحطف مرة اخرى. هاد العدد مهم هنا عدنا سالب في السالب. انا غدي عطينا مجاب. ثم غدي ناخد ناقص خمسمائة واثنى عشر. غدي نقسمها على واحد وخمسون فاصلة اثنين. اذا خمسمائة واثنى عشر. مقسومة على واحد وخمسون فاصلة اثنين. نساوي عشرة. اذا فغدي ناخده بمعنى عدد سالب. مقسم على عدد موجب. غدي عطينا عدد سالب. اذا هنا غدي يكون لدينا ناقص عشرة. اذا فاخدنا ناقص ستة فاصلة اربعة مضربة في ناقص تمانية مضربة في ناقص عشرة. غدي نوجده ناقص خمسمائة واثنى عشر. اذا غدي بقالينا بالنسبة الهنا. اولين غدي نوجده هاد العدد اللي غدي نوجده لنضعو في هاد المربع. لنفس الشيء غدي ناخده ستة فاصلة اربعة مضربة في اربعة تساوي. غدي نساوي خمسة وعشرون فاصلة ستة. ثم غدي ناخد خمسمائة واثنى عشر غدي نقسمها على اه خمسة وعشرون فاصلة ستة. وغنوجد عشرون. اذا فهنا غدي نوضع عشرون. اذا نفع اه اربعة مضربة في عشرون مضربة في ناقص. ستة فاصلة اربعة غدي نوجده ناقص خمسمائة واثنى عشر. اذا غن نخطو نفس الطريقة غدي نملعو هاد الجدول. اذا فغدي نوجده آآ بهاد الخانة خمسة ثم هنا ثلاثة فاصلة اتنان ثم هنا غدي نوجده اتنى عشر فاصلة تمانية. ثم رين واحد واربعون الف. وحسب خارج قسمة العدد ثلاثمائة وتمانية واربعون على العدد واحد واتسعون ثم اعطي تأطيرا للعدد ثلاثمائة وتمانية واربعون على واحد واتسعون الى صفر فاصلة صفر واحد بالتفريط. اذا فاذا قسمنا العدد ثلاثمائة تمانية واربعة تمانية واربعون على واحد واتسعون. غدي نوجده ثلاثة فاصلة. غد نوجده واحد العدد اللي هو متكرر. اذا تمانية اتنان اربعة واحد سبعة خمسة تمانية اثنان اربعة سبعة واحدة الى غير ذلك اذا فهذه العملية غير مضبوطة اذا فهنا قد نخده تأطير للعدد الى سفر فاصل سفر واحد بتفريط اي نخده اه تلاتة مية او تمانية واربعون على واحد واتسعون الصغر من تلاتة فاصلة اثنان وثمانون ثم اوجد عددين عشريين او بي بحيث بي ناقص اي يساوي سفر فاصلة واحد و او 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 عفوا ان هذا العدد اللي هو ثلاثمائة وتمانية واربعون محصور على واحد واتسعون محصور ما بين او بي بحيث ا او او بي ناقص اي يساوي سفر فاصلة السفر واحد اذا فهذه العددين هما اذا فقد نوجدو اولا قد نحددو التأثير ديال هاد العدد بتفريط وبإفراط اذا فبتفريط وجدنا هو اه تلاتة فاصلة اثنان وثمانون وبإفراط نوجدو تلاتة فاصلة ثلاتة وثمانون اذا فا ناقص بي اذا فهذه هي ا وهذه هي بي اذا فا ناقص بي اذا فهي اه تلاتة فاصلة تلاتة وثمانون ناقص تلاتة فاصلة اثنان وثمانون سوف نساوي 0.01 ثم نمر التمرين 42 ونقل الجدول الثالي في دفتريكة ثم أتممه إذن هنا عدنا أكبر أو عدنا أولا العدد العداد ثم نوجد أصغر عدد صحيح أكبر منه ثم أكبر عدد صحيح أصغر منه إذن نأخذ ستة وتلاتون على سبعة تساوي إذن فبوسط الحاسيبة وجدت خمسة فاصلة أربعة عشر إذن فالعملية فهي غير مضبوطة إذن فقد نوجده واحد العدد اللي هو كبير إذن ما غدش تحبس لنا هذه القسمة إذن فقد نأخذ فقط رقمان بعد الفاصلة إذن فأصغر عدد صحيح أكبر منه أو لقد نبدو بأكبر عدد صحيح أصغر منه إذن فهو خمسة إذن فخمسة أصغر من هذا العدد إذن فإذن هنا خمسة فاصلة أربعة عشر إذن فأصغر عدد هو إذن فأكبر عدد اللي يمكن لنا نوجدهه صحيح ويكون أصغر من هذا العدد هو خمسة ثم أصغر عدد صحيح أكبر منه هو ستة ثم غضي نأخذ سبعمائة وتسعة وسبعون عفون تسعة واربعون عندنا نأخذ تسعة ومائة عفون سبعمائة مقسوم على تسعة واربعون ساوي عندنا نساوي أربعة عشر فاصلة آآ تمانية وعشرون إذن ندول على نأخذه أربعة عشر فاصلة تمانية وعشرون عندنا فأصغر أو أكبر عدد صحيح أصغر منه عندنا فأكبر عدد عندنا فالأعدد اللي أصغر منه لكن آآ تلتاشر بعتاش آآ فان تلتاشر بناشر عشر إلى غير ذلك عندنا المطلوب هو أكبر عدد اللي غد يكون أصغر منه إذن فهو آآ أربعة عشر ثم أصغر عدد صحيح أكبر منه إذن فهو خمسة عشر ثم عدنا إذن فغدين ناخدو هاد العدد اللي هو ناقص تلاتمائة واحد واربعون مقسم على السبعة تساوي إذن فساوي ناقص تمانية واربعون فاصلة واحد وسبعون إذن غدين ناخدو فأولى هاد العدد ككل إذن فغدين نشوفو أكبر عدد صحيح أصغر منه إذن نوجدنا ناقص تمانية واربعون فاصلة واحد المجموعة دي الأعدد إذن فأصغر أو أكبر عدد صحيح أصغر منه هو ناقص تسعة واربعون والصغر عدد صحيح أكبر منه هو سبعة وعفو ناقص سبعة واربعون ثم نمر التمرين ثلاثة واربعون حدد العدد صحيح النسبي إكس الذي يحقق خمسون على ثلاثة وثلاثون محصور ما بين إكس عفو وإكس زائد واحد إذن فخمسون على ثلاثة وثلاثون ساوي واحد فاصلة واحد وخمسون إذن فقد ناخده فقط هذا العدد إذن هذا ما وجدته بواسط الحاسبة إذن فإذن خمسون على ثلاثة وثلاثون محصور ما بين إذن فمحصور ما بين واحد وإثنان إذن فإكس هي واحد إذن فإكس واحد ثم واحد زائد واحد ساوي إثنان إذن فإكس وجدنا هي واحد ثم تمرين أربع واربعون استخدم الجداء خمسة وعشون فاصلة تسعة مضربة في ستة فاصلة ثلاثة تسوي مئة وثلاثة وستون فاصلة سبعة عشر لحساب ما يعني إذن غادي نтовل بمئة وثلاثة وستون فاصلة سبعة عشر مقصوم على خمسة وعشون فاصلة تسعة إذن فالجواب هو ستة فاصلة ثلاثة ستة فاصلة ثلاثة ثم مئة وتلاتة وسيتون فاصلة سبعة عشر مقسم على ناقص ستة فاصلة ثلاثة ننفى الجواب هو ننفى هيكون هو ناقص ناقص نساوي هنا ناقص خمسة وعشرون فاصلة تسعة ننفى عدد موجة مقسوم على عدد سالب انا وجدنا خمسة وعشرون فاصلة تسعة ولكن عدد سالب ثم ناقص مئة وتلاتة وسيتون فاصلة سبعة عشر مقسم على ناقص خمسة وعشر فاصلة تسعة ننفى عدد سالب مقسم على عدد سالب انا الخارج عدد موجب اذا فهو ستة هناك سويس ستة فاصلة ثلاثة ثم ستة عشر الف وتلاتة ستة مئة وسبعة عشر مقسم على ستة مئة وثلاثون اذا راح لنا فاخدنا هذا الخارج هو المقسم والمقسم عليه هو آآ ستة فاصلة ثلاثة اذا فالمقسم والمقسم عليه آآ مضرب في مئة اذا اذا اخدنا آآ نشوف هنا هنا اخذينا آآ سمحني اذا اخذينا مئة وثلاثة وسيتون فاصلة سبعة عشر مقسم على ستة فاصلة ثلاثة غد نجده خمسة وعشرون فاصلة تسعة اذا اخذينا ناس المقسم والمقسم عليه ضربناهم في مئة اذا الخارج ما غادش يتبدل غد يبقى هو خمسة وعشرون فاصلة تسعة اذا انا اشتركوا في القناة